وقال معنا عبر الشرونت وفيه غندور العقوبات الأمريكية مقصود بها السودان وليس نظام البشير قال إبراهيم غندور رئيس المؤتمر الوطني لا بد من العمل المشترك على توحيد الجهود لإنجاح الفترة الانتقالية والعبور بالوطن إلى بر الأمان وليس بما تريده أحزاب قوى الحرية والتغيير وأكد أنها لا تمثل سوى أحزابها وعضويتها وليس الشعب السوداني وقال غندور الشارع العام ليس ملكا لقوى الحرية والتغيير أو أحزاب محددة وواصل حسب ما يقول دائما وما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي قائلا أعتقد الآن سيفهم الجميع وخاصة الشباب أن العقوبات الأمريكية على السودان ليس المقصود منها نظام الإنقاذ وتابع بالرغم أن العالم يعلم إنما المقصود منها كدولة السودان والعالم أيضا يعلم أن السودان ليس دولة إرهابية وكان يوما دولة إرهابية وأضعف عندما خرج الناس ضد حكومة البشير خرجوا لضيق العيش وغلاء الأزعار وندرة الوقود والنقود هذا فضلا عن كون الشعب خرج غاضبا من استفزاز القوات الأبنية بقتل طلاب الجامعات والشباب بطلقات في الرأس والصدر وليس لهدم الدين وأضاف غندور واجب الآن قيام مؤتمر لمصالحة وطنية شاملة يضم الجميع بالاستثناء حركات مسلحة والأحزاب بما في حزب المؤتمر الوطني والاتفاق على ثوابت وطنية والتأكيد من الجميع لتحول دمغراطي في السودان لما خص الحديث عن هذا التصريح من غندور ولكن سبقه فرض حالة الطوارئ من قبل الرئيس دونالد ترامب مع استثناء إصال المساعدات الإنسانية لكن عموما كيف تفسر ما جاء في حديث غندور أنا أتناول في ثلاثة قضايا القضية الأولى هي قضية أنه الآن بعد الثورة كل المسؤولية ابتقى على قوة إعلان الحرية والتغيير وصحيح أنه هي قوة إعلان الحرية والتغيير ما مشكلة من أحزاب والأحزاب دي منصوص عليها موجودة بالتالي كل ما غير موجود في هذه القوة هو خارج إطار قوة إعلان الحرية والتغيير هذا مفهوم بالضرورة والفترة دي فترة انتقالية وفترة بتتحمل مسؤولية تماما فعلا قوة إعلان الحرية والتغيير لكن ده ما بيعفي القوة السياسية الأخرى غير المشاركة في الحكومة مبيع فيها بشنو مبيع فيها بأنه هي مفروض أيضا يعني تساهم مساهمة كبيرة جدا في تحقيق الاستغرار والأمن خلال الفترة الانتقالية لأنها اسمها فترة انتقالية إذا كان قوة إعلان الحرية والتغيير هي الجزء الأساسي في الجهاز التنفيذي والتشريعي والسيادي بيبقى كل القوة السياسية الأخرى الممشاركة غير قوة إعلان الحرية والتغيير هي معنية ليس بالمعارضة الهدامة وليس بتعطيل أداء الحكومة بل بالعكس أنا شاعر بأنه دي فترة انهم يساعدوا في تهيئة بيئة مناسبة جدا الآن لإعلان الحرية والتغيير عشان تقود الفترة الانتقالية بشكل أفضل عشان كل الناس بعد كده تتنافس حول الانتخابات وكل ذول بعد كده وحسب القاعدة بتاعته هذا الجزء الأول أنا أفتكر مهم جدا في الحديث أن حق القوى السياسية الأخرى تكون داعمة للفترة الانتقالية عشان تأدي أهدافه ودوره النقطة الثانية هو خاصة بمسألة إنعقاد مؤتمر مصالحة أنا أفتكر المصالحة مهمة جدا ومطلوبة جدا يعني أنت المصالحة لي ما معنى زول يقوم شريك معك في الحكومة ما معنى يأخذ ليه وزارة ولا مجل السيادي لا أبدا المصالحة لي معنى أنه كل زول يقوم بما يليه من أدوار خلال الفترة الانتقالية عشان يقود البلاد إلى بر الأمان بشكل أفضل المؤتمر المصالحة الأهمية بتاعته بتجي في شنو بتجي في أنك أنت ما بتقصي الآخر وما بتبعده من دائرة المشاركة لأنه نحن أخواننا في الفترة الانتقالية دي في صياغة دستور وفي مفوضية بتاعت انتخابات وفي تعديلات كثيرة جدا يجب أن تتم التعديلات دي حقه ما تكون بتقوم بها مجموعة واحدة حقه كل الشعب السوداني بقوات سياسية المختلفة يكون عنده فيها راي ويكون عنده فيها إسهام عشان شنو؟ عشان بعد الفترة الانتقالية ما يظهر لك أي زول يقول لك والله نحن استبعدنا أو دمى رأينا أو ما موافقين على المسألة دي إن تحقه توسع دائرة المشاركة الآن من خلال المؤتمر القددى أو التجمع أو حتى يبدأ الراي بيكون مهم جدا أنك ما تقصي أحد أفتح الفرصة للحوار خلينا نبتعد تماما عن مشاركة القوى السياسية اللي كانت موجودة في النظام السابق في الحكم دا أصلا ولا تشارك لأنها زاتا يعني أقصيت خلاص المشاركة الآن لقوة إعلان الحرية والتغييرية دا حكومتهم لكن دير يكونوا داعمين داعمين من أجل الوطن ما من أجل المجموعة دي يعني طيب دي دي نقطة مهمة جدا مؤتمر المصالحة والتجارب دي في أفريغي فيه لو تتكلمنا عن نيلسون مانديلا في جنوب أفريغيا يعني لجنة المصالحة والحقيقة جابت المسائل دي وخطتها في طاولة زي دي وأي جهة أجرمت وأزنبت في حق الوطن حاسبوها وبعد ذلك تجي راجع عشان تساهم في مسيرة الوطن هسا ما في أي مانع الحكومة دي الآن كلها تكونت وهو نيابة مستقلة وقضاء مستغل وكذا أي زول من النظام السابق سبت أنه عليه أي جرب حاسب القانون عشان بعد ذلك بعد المحاسبة دي المجموعة تكون راضية تماما إنه والله كل من أجرمنا العقاب والما مزنب ده هو يشارك في العملية السياسية ويشارك في بناء الوطن شأنه شأن أي مواطن آخر النقطة الثالثة في الحديث ده هي مرتبطة بأن العقوبات الأمريكية هي موجهة للشعب السوداني وليس الحكومة الكلام ده الحقيقة يدقال حتى في عهد النظام السابق لأن الأضرار البالغة جداً التي تعرض لها المواطن السوداني من جراء العقوبات كانت أكبر من التي تعرضت له الحكومة الحكومة قادرة تباصل أشياء وقدرة تدير حالتها لكن عندما تشوف المواطن يعاني في معيشته في أكله في شرابه في ترحيله حتى أنا أتكلم لك عن حق اللي أعرفه جداً اللي هي مشاركة أساسة الجامعات في المؤتمرات العالمية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي دولة أوروبية أنت عشان تحول لك مئتين دولار رسوم بتاعة الاشتراك في المؤتمر إلا تلقلق زول قاعد هناك في حتة عشان نحول لك يعني تضرر بلغ جداً الاتفاقيات بتاعة التعاون والثقافة والأكاديميات وكلها ضعط طلب دي عقوبة للشعب ما عقوبة للحكومة الآن الحكومة اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتفتكر إنه عاقبتها وضعتها في قائمة الدول الرائل الهرب أزيلت تماماً بثورة شعبية وجات حكومة جديدة نحن الآن من أبريل لحد الآن في شهر 11 دي يفتكر فترة كافية جداً تخلي الولايات المتحدة الأمريكية تعيد النظر في تعاملها مع حكومة السودان رئيس الوزراء سافر، وزير المالية سافر، عدد من الوزراء سافر ما أدوهم أي وش عشان يدوهم حتى وعد آخر حاجة غرار ترامب أنه والله السودان سيظل في الغاية وما في عفالي ديون وما في وما في أنا أفتكر إنه أدو العقوبة للشعب السوداني فحق المجتمع الدولي إذا كان هو عادل في تعامله مع الدول المكونة ليه أن حقوق الإنسان دي يكون ما فيها أي تمييز حقوق الإنسان هي حقوق الإنسان في السودان وفي أمريكا وفي برطانيا وفي فرنسا هي حقوق الإنسان الآن الولايات المتحدة الأمريكية بوضع السودان من قائمة الدول راييرهاب بحرمانه من التمتع بكل الغروض والمنح بعدم إعفاد ديون ولا جدولته بحرمانه من التحويلات الخارجية بتحجيم صادراته دي كلها أنا أفتكر عقوبات البدفع تمنى الآن الشعب السوداني حق الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لهذه المسألة بنظر مختلفة وتبدأ في إعادة النظر والتعامل مع هذه الحكومة وفق ما يقتضيه يعني العمل السياسي والعلاقات الخارجية